مرحبا فيكم مشاهدي بيروت اليوم بحلقة جديدة نلتقي على وجع اللبنانيين اللي انكووا من انهيار سعر الصرف المتميدي وتحديدا المتقاعدين العسكريين يلي سقوا ارض الوطن بدماءهم هم يصرخون لتحصيل ادنى حقوقهم الانسانية بوطن تخلى عنهم ابدا الوطن لم يتخلى عنهم انما المسؤولين في هذا الوطن تخلوا عنهم واصبحوا وكأنهم خردة لم تعد الدولي او لم يعد الوطن بحاجة اليهم اذا المشهد اليوم كان محزن جدا من ساحة رياض الصلح حيث اتبعنا الاشتباك بين القوى الامنية والمتقاعدين من القوى الامنية اللي ادى طبعا الى جرح البعض منهم ربما تكون هذه البداية بداية صرخة الشعب يحتضر بظل لا مسؤولية صارخة من من يقود هذه البلاد الى ما بعد بعد جهنم طيب اليوم الصحافي ونشر موقع الكلمة اونلاين السيد سيمو ابو فاضل برحب فيك بيروت اليوم محزن فعلا مشهد جدا محزن تابعناه طوال فترة قبل الظهر انه المتقاعدين من العسكريين هالناس اللي حطوا كفهم على ايدهم ويالي معروف اذا بدنا نطلع اليوم برواتب الادارات والمؤسسات العامة اذا ما نحكي عن الموظفين بالوزارات والموظفين بغير اماكن اليوم الجيش او القوى الامنية تتقادى ادنى الرواتب بالمقارنة مع الموظفين القتاع العام الوظائف الاخرى وهن اكتر ناس بيحموا هيدا الوطن وبيحموا روحهم بيحملوا روحهم على كفهم يعني هل يجوز اليوم اخراجهم من معادلة التعويضات وصار معاشهم عشرين دولار وثلاثين دولار المعاشة التقاعدة اللي بيتقادوا وما عندهم حتى طبابة خليني اقولك انه احكي عنه بس اتخبك عن موقف موجع كن يوم عم نعيشه مبارع فتت عمحل تجيب غراض للبيت وصلت قدامي مادام بدي مع غراضين مع اربع روس بطاطا نعم بدي تزينهم طلعت هيك انا احمل كمان غراضين تلاتة للبيت بتقلو لالصاحب محل انه مشي قال انا اتفضل انت قابل مني صار تتردد هيك قالوا هو الشاب اللي عنده قالوا لك فرجي لالاستاذ هالشغل اللي هونيك في عنا فريقيا انا قال لي تفضل رحت ما بدي ما اجبع حاجة بس رجعت قال لي استاذ هاودي جماعة كانوا مرتحين جوزة كان بمظف بالدولة كان ماشي وضع على قدو قال لي هلأني هيك بتشترك اليوم راسين تلاتة بطاطا نص كيلو بصل طبعا كيف يعني قال لي يعني كانت مستحية هي انه انا عملت هيك تجنبك بعدك عنها بس بدي اقول انه هادي الكارسة اللي عم نشوفها في لبنان انه هادي متل حضرتك ونعاد عليك من نسبة عيد الام وما تشوفه هادي الظروف الصعبة وعلى كل ام عيدة وبعيد امي وزوجتي واخواتي وكل امهات لبنان بيهل عم بيقلنوا انا يعطيكم الصبر الصورة عم بيقلك عهد المشهد يعني انا طلعت اكيد هالسيد الامي مؤمي يعني انه مستحية لتدفعها رسان بطاطا هلا اليوم اللي صار هو نتيجة هل يجو والغلط اكتر يعني انا بتذكر الحركة اللي كانوا فيها متقاعدين وغيرها هو بالصورة قبل 17-20 لبعضهم يعني وصل اليوم من النواب التغييرين او من المستقلين يعني كانوا كانوا رواد بهذه الحركة عم يعملوا خطوة جيدة يعني على التوقف ان الجمود امام ما يحصل هو يعني اجرام بس عملوا مني حدين ملجس النواب يعني عم بعبروا انه هونيك المكان مناسب انه بقدروا يعطوا رأيهم نعم بس مش كيفي واحدهم كمان في القوة تانية اللي هي تصنف معارضة اللي هي عندها اعتراض من هي هذه القوة التي تصنف معارضة خلينا سميهم لا انا سميلك يوهم يعني ثلاثة وارعين سوات الخمس وارعين سوات مع الناس اللي هني مثلا ما ايدوا يعني الناس يقولوا بدون تغيير بحكة عن الاحزاب المعارضة للسلطة يعني كالقوات الليبنانية والكتائب والمستقلين والتغييريين انا ما بده اقف على الاجرونده لك الواحد يمكن اقولوا الاحزاب انه نحنا اليوم عنا مثلا هيدا الخطوة ما بدنا نروح باتجاه اخر بس اليوم التراجع عن اي تحرك شعبي للضغط باتجاه انتخاب الرئيس الجمهورية قبل ما نحكي مين الرئيس هو طبعا تأصير يعني اليوم لازم يكون في تحرك اليوم انه ينزلوا مثلا التغييريين نقاط نتفرج عليهم انه عم يكنوا خبيط مثلا بالمعنى المجازة او المتقاعدين لازم يكون في حركة يعني مبارح حركة جياشة بدي اعطيك مثل مبارح سمعت شفت مشهد انه قدام كنيسة ما نخيل الناس متظهرين هونيك انه عم بيكسروا ويحقروا بدهم انه ينتقموا كيف انه محليات السوبر ماركت ومحاطات المزينة كأنه عم دافع عنهم انه عم بغلوا الاسعار في حدا بالسلطة في تركيبة حد منك جوا بالضاحي كان مسؤول على اليسار بالبلد انه واقف على الطريق وتقول تركيبة بالضاحية يعني واقف عم تقول انت بطريقة مطلقة انه نحن نقبل بالغلو حزب الله هو المسؤول عن الانهيار الحاسس طبعا لماذا الريهانات العملاء الخيارات العملاء طبعا هي وصلت لهون تركيبة الفساد واحدة كمان هو غط هذه التركيبة وكان عنده ناس لقيلة وكان ما شايفها ماشي بس عم بيحكي انه اليوم منشوف هذا الفريق بالبلد كل وسوا متكامل يعني وليس عم بيسيب الليجين هو تقسيم ادوار رح نفوت على الليجين ولكن اليوم يعني بحسب زميلنا غادي بو موسى اللي كان موجود بالسيحة قال انه التظاهرة كانت سلمية وفجأة بدأت القوى الامنية هي اللي تزد قناب المسيلي للدموع بين المتظاهرين علما انه ما كانت الاعداد يعني بمئة الالاف كيف يعني يجب ان نفسر هذا الاستفزاز اذا فينا نقول لا اليوم مظاهرة سلمية ومحقة محقة مثل ما بتقول ما ما ادرين يأكلوا يعني انه هذه مظاهرة محقة وقوى امنية بوجه قوى امنية دايما السلطة من مكانة يعني بترفض اي تحرك ما بتقبل فيه هذا واقع ما يعني مش جديد ما بتقبل حدا لك يصرنا بنزام قمعي مش هيك يا مادم اليوم اذا بدأت هذه التحركات على بواب تفهيق من وضع اقتصادي اكتر لهو متدهوة هادي التحركات بدأت لم مشان هيك الهدف الاساسي هو دايما تفرئتها يعني الهجوم عليهم مشان هيك اليوم شفنا مثلا اليوم اوكي كان فيه رموز يعني كان فيه نواب بقلولي اه نيبي بولا عبيان وانا جات صليبة محفظة القابل انه مثلا تعرضوا لهم بقوة ليش دايما السلطة تسعى الى كسر الفريق الاخر مثل ما صايا بالسيستام المالي سيستام الحكم يعني راح سعد الحريرة انا اجا بعد منه حسان الدياب نعم شفنا شو عمل فساد ارتكابات بعد منه اه رجع اخر شي اخر شي اخر شي اخر شي اهلا نوصل نجيب مئاتي مع كل ما يحمل من مثلا من اخطاء وارتكابات نحن نحكي عن هيدا الموضوع ناس يقصد انه يا اخي نزلنا ب 17 تشرين تنسقط التركيبة اليوم عم نرجع نشوف واحد اساس فيه من اسقط ثورة 17 تشرين اه الخلافات الداخلية اه المنافسة على ترقصة اه المنافسة عدا موجود اجندا موحدة اه السلطة تمكنت بتفكيكة يعني السلطة وتحديدا يعني ما اتعرضو له نشطين من ضرب واطلاق نار وكله هيدا وصل لمحل يعني الاحساب اللي كانت بشركة بسلطة ب17 تشرين ما وصل قد ما وصل قد الاحباط عم قللك هيها بواقعية الناس قالوا احنا ظهرنا ضد التركيبة ارجع عليك اه راح سعد الحريري بعد مننا اجا حسن ديب شفنا اول تركيبته اختلفوا على المحاصصة ومن ثم بعدين على سلعاته وبعده رجعوا مشوا فيه يعني بيانت ان عمليت صفقات مستمرة ما اجا سعد الحريري مش معينته هو يحيكون منقص عمول اجا بعد منه رجع اه مين نجيب مئات نجيب مئاتي يعني عم ارتكب اخطاء وممارسات عم بتخلي تقول الناس ابن احنا شو مستنظرين يعني اليوم من يتابع ايضا مما انه فتنا على موضوع رئاسة مجلس الوزراء اليوم من يتابع يعني كمواطنة وكمتابعة صمت رهيب من قبل المسؤول الوحيد اليوم بيظل غياب رئيس الجمهورية غياب رئاسي للجمهورية صمت رهيب استقالة من اي مسئولية استقالة من مهام حتى تصريف الاعمال بزنس از يوجول بالنسبة للرئيس مئاتي وشفنا اخر تقرير قيصدر عن المطار عن الجناح الجديد من يفتحوا بالمطار والصفقة اللي عم بتتم بالمطار وصفقة ليبان بوست كمان قبلة يعني اليوم هل يجوز ان يكون لبلد مأزوم بعد ثلاث سنوات رئيس حكومة عم بيعمل عم بيمشي اشغاله الخاصة ونسي نسي مصالح الناس لانه نجيب مئاتي مخفز الالقابة رئيس نجيب مئاتي شايف انه ما في محاسبة انه اوكي 54 نائب سموا بالنتيجة هو رجع السلطة بمفهومه هو انه اليوم هو رئيس حكومة فيه رئيس جمهورية غيب مطلق الصلاحيات لانه القوة يعني اللي هو اياها على تناغم حزب الله عنده مصلحة بوجوده وهو مستمر في هذه الرواتيرة وكذلك الرئيس نبي بري حسن ما فيه ناس بيعتبروا انه فيه تحيير لألواء انه اليوم هو موجود يعني انت تقول سيد ابو فاضل انه اليوم فيه تناغم بين الرئيس بري والرئيس نجيب مئاتي سياسيا واقتصاديا وتسيير للاعمال الخاصة الضيقة انا بالاعمال ما عم بريم ما عم بطهرب انا انا عطيتك مسالين انا عم بطهرب لا ما عم بقول انا انه بعضنا عم بكلمة ما عم بطهرب لانه وبعرف عم بحكي بشكل عام عن نجيب مئاتي كشخص نعم يقدم على اخطاء يعني على ممارسات على من الليبون بوست من المطار يعني مش عم بحكي عن النقطة ما بده اقوله عم بقول انه يمكن فيه كتير اشياء كشهير بس فيه تاناغم هو رئيس بري بالمرفع بالمرفع رئيس بري يعطيهم يعني كل واحد بيتركوا يعمل يعني بيطلقهم مثل هارون الرشيد بترك الغيمة تشتي آخر شي هي عنده آخر شي نجيب مئات جفتها من زمان كيف مثلا أنا وقت قال أنه اختلف مواقف رجع تاني يوم أنا ماني بمعرض يعني رتب موقف سلب أنا بسأل إذا في تانيهم بس لا أنا عم قول أنه رئيس مئات مش أنه أنا سيمون أبو فاضل جاي من أباك أنه مختلف أنه رئيس مئاتي رئيس مئات اليوم هو بوجوده وبقى دقوا عم بيشكل ضرر وممارساته عم بيكون فيها إرتكابات بحق البلد وبحق المواطنين أنا هدا عم قوله خليني نكملها يعني بالمرفق ما بدي سمي الشركات بس هو اليوم ما اعتبر أنه شو ما أعطى الفرنسيين اللي هني عم بنبشوا على مصالح وبيزنس بالبلد يعني الرئيس ماكرون يوم صاير بروكر تيأمن مصالح فرنسا باللبنان ومننا يفوت على المنطقة من هيك إذا منشوف بالمرفق ما بدي سمي الشركات والأسخاص اللي ما بيحكي بشكل عام الفرنسيين قالوا مصالحة شفنا رئيس ميئاتي كيف غض النظر وكيف مساكت عن الشركات وزير الأشغال هو امتداد وواجهة لحزب الله وكذلك بالمطار بدنا ننبش وشوف فيه من وراهم يعني أنا مش عم بوقف عن شركة وحدة يمكن بكها تبين وحدة تانية بس كمان في نقطة أساسية نجيب ميئاتي مرتكب تبقوها الأصلاحية وين بالبلد الأحزاب والتغيرين وين إني هدا السؤال يعني خلينا نسميهم يعني القوات والكتائب في غيرهم كمان في المستقلين وفي تغيريين هؤلاء بطلوا أحزاب المستقلين والتغيريين أوكي شلت جنبلات من المعادلة جنبلات مش عم نفهم هلا اليوم إذا بدأ نقول لك أنا بدأ قلليك شغل التقدم الاشتراكي معارض ولا موالي بالإذن أنا مفتوط على الموضوع العائلة إذا بدي أحكي أنه تيموز جنبلات شو موقفه بيعمل موقفه وبيكون رافض وقال له لأستاذ ودي جنبلات قال له أنا ما بدي أحمل يعني نوع من العلاقات اللي أنت عندك إيها عفت كيف يعني إذا بدي أقول تيموز جنبلات عنده موقف ينتقد نبيه وينتقد ميئاته وينتقد ويلده وينتقد ويلده إذا كان إذا هيك هل هذا يبرر سكوت تيموز جنبلات وغيابه عن الساحة مش ساكت إذا بينعرف شو بينحكى يعني بكلمه وبالنقاشات أنا متعسل بس هيدا هيدا سارت غرف مغلقة مش مغلقة لا تنحكى في نقاشات رجل عمل نقل أنا مانا أسدنا عن محكي لا لا أنا أنت بدي أسمي أنا أنت بدي أسمي الأحزاب المعارضة مرجون براطب يتطلع بيشوف أنه بالجبل مارك دو نجح وان مهبسي بعشت أليس صوت حمدان نجح البيئة طبعا خلص تغيري تشوف حدا جديد إذا هو ما كان متقدم فيها بخيارات جديدة يقبلوا جيل جديد إذا قدرت عطه معهم معنية ما فيه محاله يعني بيعرف أنه اليوم أي خيارات من هذا التأم القديم بده يرتدي عليه أنا عم بحكي معلومات ما عم بحكي إطراء هذه النقطة خلينا نرجع للأحزاب المعارضة يلي أنت عم بتحملها اليوم مسئولية السكوت بيوجه كل الصفقات يلي عم بتتم على أنقاض تعب الناس وعلى أنقاض مدخراتها لأنه كمان في توجه إلى شطب للودائع وفي هذا الخلاف بالمجلس أنيابي يعني الأحزاب المعارضة هن القوات والكتائب والمستقلين والتغييريين أنت عم بتقوله وين كون من هالملفي أكيد لأنه ما بدنا نحكي إلا على آخر مرحلة من المواقف نعم ما بدنا نفوت بيش عم نحكي انتخابات أكتر مرحلة كان فيها مواقف يعني زخيمة ما بقوله هيك هي كانت قال انتخابات نحكي كتير كلام عن الوداية عن الإصلاح عن الاتصالات عن الإصلاح اليوم عن الإصلاحات الإصلاح القضائي اليوم ما في شي بالبلد أنا بطلب أنا كمواطن بتوقع من هذه القوة أنه تكون عند حيوية أكتر يعني طلعت قصة لبانبوست وغيرها من المخالفات اللي صارت وبغير محل يعني ما بدنا قول قبل ما قول لبانبوست بالموضوع المصرفة ليش ما بيحكوا عن موضوع مثلا بانك التمويل 500 مليون دولار متاخدين ليش ما بيحكوا عنه هود الأحزاب كيف تحذر؟ خلينا خلينا نسلط الضوء على هذا الوضوع متبلش تكعطيك كذا حالة بانك التمويل مأخد منه 500 مليون دولار أصدق محولين للخارج ولا مختلسين في مبدأ مفؤول وعملوا له تسوية عملوا له تسوية؟ نعمل له تسوية طبعا 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 وفل كان مستلمه أنا عم بعطيكي مثل بعدين أنا هذه الأحزاب أنا هذه الأحزاب بعيدة عن تضحياتها اللي أنا بقدرها وهي يعني نقطة التجاذب نقطة الجاذب لأقلة فيها وصمودة وسياديتها مختلوب بالنظر أكتر بالإصلاح هلأ بنحكي بالرئاسة بالإصلاح وين موقف؟ موقف تقليدية يومية ما في لمعة مش عم نحكي لمعة بالإعلام ما في خط ممين بيقولوا لك أنه رح قل لك أنا كبير رح أعمل محام الشيطان بيقول لك أنه نحن نتقدم بمشاريع القوانين مبعرف قدي يعني بس أنه اليوم بيقولوا لك نحن نتقدم بقوانين نحن نتابع بليجين ونحضر بليجين أحزاب المعارضة نواب أحزاب المعارضة تحديداً اللي عم تحملهم المسؤولية موجودين بليجين أعادوا النقاش وإعادوا صياغة قانون الكابتل كونترول اشتغلوا حاملين راية التصدي لشطب أموال المدعين بس بس توصل اليوم ما في مجلس نيابي ولكن حتى قبل ما يصير الهيئة ناخبة كانت توصل المشاريع لمجلس النيابي وما تقطع لأنه هنا ما عندهم الأكثرية اللي يمرروا هذه القوانين ما هو المطلوب منهم تحديداً شو هي اللمعة أنا بشهد لأنه قوات البنية الكتائب الأحرار يعني بولايا عبيان ميشيل فرعون قالهن المستقلين والتغييرية المستقلين بسينتيا زرازي بشهلهم بموضوع على المرفق بموضوع على المرفق بشهلهم أنه اشتغلوا بكل ضمير واللي عملوا كخطوة أولى كاميل أبو سنمان اللي هو يعني محامي باللون هاي الخطوة جيدة بالخارج ما وعرف ما فعيلة هون أنا ما بنكر وما فينا اتنكر أنه عملوا ساعة جدّة والقوات راحوا على المحافل الدولية نعم إلا أنه بمسجلس النواب أنا عم بحكي من باب تقييم مع ناس آخرين بيعرفوا العمل البرلماني فيه تقصير وين اليوم الإصلاح القضاء المطلوب يكون بهذه الدينامية ما في شيء بالإصلاح القضاء لطالبه الاتحاد الأوروبي وطالبينه الفرنسيين تتكلم حتى عن القانون بزيته قبل الوصول إلى أقراره ما فيه بالكابيتال كونترول له ثلاث سنين هذه الأحزاب عارفة أنه في قطبة مخفية هلأ بك قال لي دوينو كيف الكابيتال كونترول أكيد أهليك سميتني محامي الشيطان عملتني من صفه للشيطان أستاذ أمو فاطل لا لا أنه بقدر واحد إذا كان محامي عن شخص وهلأ وهلأ عم تاخد دورة تفضل أنت صحافي عموما لا تستمع أنا عم أقول هذه النقطة أنا عم أقول أنه بالمجلس النواب اليوم لو كانوا عقلية ما بدي أجرع أقول أنه كان فيه شخصيات مثلا أنه عندها دور وهي مش أحزاب أنا عم أقول لا الأحزاب اليوم بدورة بمجلس النواب أنا ما عم نبش على صراع وخلاف بينهم وبين مثلا حدا تاني بس أنه بدورة بمجلس النواب لا ما في حيوية إنتاجية أنه أنا مش بدي أطلع على التلفزيون أنه أي واحد منهم يعطي رأيه أنه هو اعترض فيه إنجاز بد يصير البلد ما بقي يتحمل شون عمل للعالم اليوم في شي حيوي إذا بترحز بتتبعه بعدة مجلس نيابية سابقة أو بالخارج شبيهة ما فينا نعمل تطابق في حيوية لا أنا بقليك إيها في مواقف حيوية بس في محال عم يوقفوا عن ساقف معين تحت شعار أنه نحنا ما بلنوه على آخر في شعارة معاوي ما بدون يقطعوا بيحفظوا يعني خط الرجعة طبعا طبعا في مصالح عندهم مع رئيس مئاتي حزاب كلنا عندهم مع رئيس مئاتي ما راح أحكي وكيف سألون هذه مواضيع مدية مكشوفة بالمساعدات عم نحكي صراحة مكشوفة بالمساعدات مكشوفة بالمساعدات مساعدات للأحزاب إيه مشاين هيك أنا عم تسألين عم جاوبي موساعدات للأحزاب ما فيهم يقولون هي هذا هنا فاسد من يعطي مساعدات للأحزاب وتبرعات في عندهم بواب وعندهم مؤسسات يعني رئيس مئاتي فاتح باب تبرعات للأحزاب بطريقة غير مباشرة تبرع بمحطات علنية مش إنه خفية إنه ما بيصوي يكون الحزب حزب أعطيني أحدى هذه المحطات هل نحكي هلأ وقاء هي وقاء إذا معروف في الوقاء خلا نجعل صلت الضوء عليها الأحزاب اليوم ما لازم تكون رهينة أي أنه أي تقديمات فيه عليها دور فيه تاريخ فيه شعب انتخبا بارح مؤخرا تمويلات يعني تمويلات خلينا فوت على اللي عم يصير اليوم اللي صار اليوم بجلسة المسائلة بالمجلس النيابي شفنا اللي جين النيابية طلبة تسائل الحكومة المستقيلة حضر وزير المال فقط وحضر نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي وكان فيه تضارب بالتصريحات يعني اليوم هذه الفوضى العارمة خارج مجلس النواب تنضوي أيضا على مجلس النواب تصريح وتصريح مضادة اليس بو صعب اللي هو نائب رئيس مجلس النواب قال إنه هناك أمور غير واضحة في خطة التعافية اللي صارتها بواشنطن يعني ووفقوا عليها يعني أليس من غير المقبول أن يقول نائب رئيس مجلس النواب ممثل الأمة من بعد ما نعمل الاتفاق وانبعت على واشنطن وانحكى فيه إنه فيه أمور غير واضحة بخطة التعافي لأنه تطبيق الخطة تطبيق الخطة أولا تطبيق الخطة فيها تعديلات والاستنسبية باعتماد الخطة كمان فيها مخالفات أنا بعرف أنه اليس بو صعب كان بواشنطن أنا سأبت منك يعني ما كنت معهم كنت بواشنطن هني كوافد نيابي سمعوا كلام وحكوا كلام يعني وكانت يمكن هيدا زيارة ميزتا أنه سمعوا عن قريب شو فيه يعني من الأمر كان وبالنتيجة بيقدر ينقلوا موقفون لهون اللي هو نسمع وقته أنه لو أنه فيه حدا لبناني بسندوق النقل بس فيه لجان وفيه فيه فرقاء يعني فيه مسؤولين آخرين عندهم اعتراض مش راضين على عمل على العمل اللبناني المشكلة اللي صاير أنه السيد سعاد الشامي قاسي كتير يعني حابب يعملوا إجراءات صارمة منها مثلا الإطاحة بالوديع منها كتير يعني بخط الطعافة عملية أنه ما فيها أبدا رحمة يا سيد أبو فاضل يعني سعاد الشامي لوحده يعني المقرر بمصير العالم يعني هو هيكي هو قاسي حط الخطة وصارت بواشنطن وما حدا قاله يا محل الكحل بعينها أنت ما أرجع أقول أنا أنت ما أرجع أقول أنه رئيس ميئاتي ونضمنا وقفين عندي رئيس ميئاتي ما سمعنا اليوم سمعنا كتيرا طب وين مجلس الوزراء مجتمعا يلي بيمثل كل الأحزاب مجلس الوزراء هيدا مش جاية تيشتغل هيدا جاية هلأني قطع وقت طبعا مجلس الوزر الأعرج فيه التيار الوطني خارجه اليوم إذا عملوا الجلسة ما فيها أبدا أي اتجاه نحوه حسم قرار مرضوعة البنك الدولي الصندوق النقد بده ينتظر تركيبة جديدة وعهد جديد وتفاهمات وبتتغير حتى بتصير الشروط أهين ماش إنه بتتغير يعني بمعنى بتراجع عنها هلأني سمع تشدد أنا سمعتها من النواب اللي كانوا هوني يعني الولي كان فيه نقاش أول بصندوق النقد مع بين يعني ليس بوصعب وبين المسؤولين وبين نعمة الفرام وبين المسؤولين وبين يسين يسين وبين المسؤولين وبين مرضو كده واحد يعني عطى رأيه فيه نقاش أول وكانت زيارة لازم تصير تينقله لأنه ليس بوصعب حسب معلوماتي ناقل ما يسمعوا آخر شي بصندوق النقد اليوم عم يتعطوا بعضهم باللبنان بطريقة أنه نحن بدنا نعمل إجراء تننجح تنطل على البلد أنه أنا رئيس حكومة بالمستقبل على حساب الناس على حساب أموال العالم طيب اليوم حتى يعني بتحس أنه فيه تباين بالتصاريح أو المقاربة المالية بين الوزير بالصعب وبين النائب إبراهيم كانعاني اللي هني يعني ينتمون إلى نفس التيار نعم نفس الحزب نفس الحزب فاليوم هذا يعني هالاختلاف كمان الداخل يعني فيه مرة أنه ليس بصعب رد على جبران بسير يعني أنه المشكلة أنه صارت واضحة التباينات يعني بالموضوع المالي مدام فيه رؤى مختلفة نعم يعني كل شخص كيف بيشوف يعني صرت أنا بمعرض تفوت بحركة التيار يعني بدي أشوف جبران بسير شو بده من الخطة المالية ليس بصعب كيف يشوفها براهيم كانعان كيف يشوفها كل واحد بده يطلع بده يرضي بالخارج بده يرضي الناس بده يعمل توازنات طبعا فيه تباين لأنه مش طلعين من قاعدة يعني لو جابوا خبرة وعطوا رأيهم كلهم سوا بها الخطة وإعتمدوا أوكي بس لما خطة علمية بده ينشال منها جملة من هون وجملة من هون تنقيسة على حساب مثلا أرضاء النخبين بده تكون لوأة هل سقطت يعني خطة التعافي اللي أرسلت إلى صندوق النقد الدولي المعروفة بالسلا الستاف لافل أجريمنت هل برأيك سقطت هذه الخطة وحان الوقت للعمل على خطة أخرى هلأ كله مجمد ما رح يعمل شي صندوق النقد قبل انتخاب قبل انتخابات بده الرئيس ويتعهد بالتنفيذ يعني بس يقوله جاي صندوق طب ما هلأ صندوق النقد موجود بلبنان وزار كل المرجعيات السياسية والانجي اوز المؤسسات انجي اوز اللي كمان يعني بيخدوا أمال ويدفعوا نصها للعالم كمان هذه مشكلة كمان إنه بدهم يرقبوا في تطقيق بالبلد طب اليوم عم بيجول صندوق في صندوق النقد لكن إذا هو ما موقف كل شي ليش موجود بلبنان ولماذا يجول ويستطلع اليوم ما بعرف إذا الأشخاص اللي هني من صندوق النقد اللي عم يجوا هني أحيانا الأشخاص اللي يعني راحين على حسن بالموضوع طب اليوم بكرة في عنده صندوق النقد بده يطلق الارتكل 4 اللي بيعطيك صورة عن الاقتصاد اللبناني ويعني صورة واقعية بالأرقام عن واقع الاقتصاد اللبناني المذري وإذا بنرجع شوي بالذكرى للارتكل 4 قبل الأزمة كان حذر من أنه سعر الصرف غير ممكن أن يستمر عند ألف وخمسة وكان عمل حتى سيميوليشن لأسعار سعر الصرف تفوق الألف وخمسة بوقتها وحتى كان فيه فقرة شطبت من هذا التقرير المهم هل تعتقد أنه اليوم غدا سترفع الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد مانح مرة جديدة العصر بوجه المسؤولين اللبنانيين هل رفع العصر بجمين كيف بدأت تطبق مين دائر البلد ما بدأت لك كيف بدأت تطبق عمين النقطة صندوق النقد كان قال من البداية أنه يجب تحضير سعر الدولار يتركه ياخد مزح حتى اليوم بعد ما صارت ما وصل له يعني بيصير مثلا 140 بيطلع الحاكم بيقول مثلا بيعمل سعر سعر فراء جديد يعني بعد فيه يعني مطابع على ألو هاي أول نقطة هلأ شو ممكن يقول بكرا أنا عام لك يعني صندوق النقد رافض معتبر أنه التطبيق بعدم وجود ضمانات بالإدارة والقضاء والعقلية مش كتير محمس محمس سيد أبو فاضل طبعا من الشق المتابعة لأحداث اليوم سننتقل إلى الأحداث المتسارعة إقليميا وتدعية على الداخل ولكن فاصل صغير كونوا معنا إذا نعود إلى هذا الحوار المباشر وضيفي الصحافي ونشر موقع الكلمة أونلاين سيد سيمو أبو فاضل سيد سيمو أبو فاضل يعني لا حل إذا منرجع لأول قسم اليوم البلد مأزوم الناس جاعة ما عم تاخد حقوقها خاصة موظفي القطاع العام مستويات الفقر مرتفعة ولا حل في الأفق بعدنا عم نبرم نحكي ومنبرم بنفس الإطار لا حل في الأفق إلا بانتخاب رئيس إلى الجمهورية اليوم التسوية الخارجية وتحديدا التقارب السعودي الإيراني صار له فترة لم يكن له أي ارتدادات على موضوع الانتخابات الرئاسية الداخلية وخاصة بما يتعلق بارتفاع حضوظ سليمين فرنجية اليوم هل فعلا يعني اليوم سقط إمكانية وصول سليمين فرنجية إلى رئاسها هل أسقطت وأجهدت هذه المبادرة وتبني أثناء الشيعة إلى فرنجية بمعلومات متواضعة ما في تسوية ها أول نقطة النقطة الثانية من شيء قبل ما يحكي رئيس برية أول موقف يعني يعلم فيه تأييده لترشيح الأساس لمن فرنجيين كانوا الفرنسيين عم بيعدوا ورقة عمل ورقة بتتضمن هني من جانبهم عدة نقاط يعني بدوا يقدموها لحزب الله هني بوقعوا عليها مش جوزيف عون قائل الجيش أنه إذا صار جوزيف عون دقيقة جمهورية نحن مثلا نضامنين كقوة دولية أنه الواقع يعني القائم هلأني بأسلوب يعني جوزيف عون لا يتغير أنه لا يروح ضدكم ولا بنقلب عليكم ولا بنحيز لفريق كان عم بيبحث بعدة نقطة كانوا فريق الفرنسي اللي هو بالمفاوضات عم بحضر طي يشوف أنه شو في يقدم باللقاءات التانية يعني وراء ممكن حزب الله يقبل فيها بدي عرضها على حزب الله كان رئيس بيري في عطب هالوقت أعلن موقفه بترشيح سنة مالة فرنجية نضرب يعني نضرب هذا الاتجاه بس هكبر رئيس فرنجية ومرشح حركة أمل وليس مرشح حزب الله مرشح اتنين ورئيس بيري بالنسبة له أنه فرنجية بس توفي الشرار شروط مواصفات الفاتيكانية والسعودية واللبنانية بالنسبة له أنه هو الشخص المناسب لهذا الموقع هذا موقع فهوة بالواقع ما عم بيصير فيه التقدم بهذا الموضوع السعوديين رغم الاتفاق اللي الناس كتير بيرهنوا عليه بين إيران وبين السعودية برعاية الصين أنه تتخلى السعودية عن موضوع مثلا أنه دورة باليمن تعتح حزب الله اللبنان وتاخد ديد ضماني باليمن أول شي الحسين متمدد ديد منيح يتمدد منيح باليمن ومسهل العملية يكون بهذا الطريقة ما بقى يرجعوا إلى الدور اللي كان سابق نقطة تانية الاتفاق معظم بنوده يعني معظم تفاهماته الجانبين مع حدا رح يقدر يعرفها هي اتفاقية ميساء يعني بين بعضهم عاد عن أوراق طابعة أمنة لبنان طبعا له دور فيها لأنه حزب الله عنده دور أمنة بالخليج وهو يعني موجود باليمن وما يصيب السعودية من اعتداءات طبعا لحزب الله يد فيه الموضوع مش بهذه الطريقة أنه السعودية بدأت تترك لبنان السعودية حتى اليوم لم تتخلى عن اهتمامها باللبنان من باب أنه هو بلد عربي يجب أنه مساعدته عودته إلى الحضن العربي يعني إذا بشار الأسد مع اللي صار معه عم تحاول هي ترجع تضبه على الحضن العربي وتعمل مواجهة مع روسيا ومع إيران وهو طبعا عم بيحاول يقطع بين النقاط الإيرانية والروسية والهكي يعني اندفاع العربية يجيه وبعدها مستمرة مش إذا بكرة إذا مثلا موفد سعودية على سوريا بينهاره بلبنان بقوله بالنتيجة أنه سقط لبنان أولا السعودية بعد ما اتراجعت الموقف السعودية قلنا نحكيه بصراحة إذا فرنسا عندها بزنس بلبنان وعندها مصالح باللبنان أو غير دول الموقف السعودية عم بقول أنه أنا ما بدي مصاري من لبنان أنا هالبلد بدعم ومتما عمل محمد بن سلمان أمير محمد بن سلمان ولي العهد راح أزار تركيا ومصر على الدول وشجع أسس مرات وفيه اتفاقيات عملها السفير البخاري من خمس سنوات شي واحدة وعشرين بند يعني عن بكذا إطاع مجرد ما يكون فيه مواصفات دولية عربية ترضى عننا السعودية راح تتوفق اليوم يعني وهي ستدفع منا بحاجة لا تجي تحط تاخد أموال من لبنان من هون خلينا نوضح هذه الفكرة خلينا نوضح الفكرة هم تلتش الفرنسيين لا لا أنا إنت ثبت منها عنكم هون من عشية الفرنسي رايح على عملية بزنس على حساب مصالح الشعوب وحقوق العالم يعني اليوم فيه آخرين مثلا هلأ بنحكي عنهم قوة تانية لا رايح أنه عملية بيانت بعد أربعة أب عملية يعني تزلف بطريقة واضحة أنا قلت ثبت سألعب تقول أن السعودية ما بدا شي وكأنه طبعا ما بدا شي يوم محمد بن سلمان عم نحكي هيك مع حفظ الأطراب معروف أن السعودية شو عندها إمكانيات ومليئة شو عم تدفع يعني مش جاي تنبش على خمسة وعشر وعشرين مليار من لبنان بده يرجع إلى الحضن العربي ضمن المواصفات وهذا يقتضي بالوقت زيته الفريق اللي هو يعني حليف معه أو صديقه كمان يوقف على إجراء ما يكون كل يوم الثاني زيد التشتت يعني معركته منا معرك يتلعب وراء أنه معنا 43 أو 40 بدون يعملوا سياغة ليكونوا كمان جهزين تا أنه يكونوا هنا دعمين لأ طب شو ما أخذ السعودية على سليمان فرنجية لماذا يعني لا يعني ليس هو بالمؤاصفات المطلوبة شو ما أخذها لماذا ترفض أنا خليني أقول لك شغالي أنا ما بقدر أعرف يعني ما بحكي باسم حدا أنا بحكيك معلومات تصلي وتحليلات لا لا بحكيك معلومات اليوم السعودية ما قادية لا بس ما عم بتقول أنه اليوم أنه بعد قد يكون زمان فرنجية أنه مرشح أنه تحدي يعني اليوم فيه فريق كبير هو رافضه يعني اليوم بعد اللي صار بالاتفاقة اليمني والسعودية وهو دول كبير وبيعملوا عادة بعلم التفاوض بيعملوا اتفاقات متوازنة مش ممكن أنه اليوم بعد هذا التفاهم متوازن يجي اليوم عنها لبنان يكون فيه غالب ومغلوب هي بدأ شخص قادر يشتغل يكون عنده وجهة نظر منا مرتبطة فيه مش كلمة اليوم بدأ نحكي عن شخص نقول شخص منيح وآدم إنما هو شخصه هني حتى أخصمه بيشيده فيه إنما اليوم مش مقبول اليوم اللي صار بالسلامية الفناجية وترشيحه بهذه الطريقة بمعزل بمعزل ليه ليه شو اللي مش مقبول اليوم هو شخص إنه ترشيحه من قبل السنائة لو كان هو مرشح وتمدلن ترشيحه كانت عملية مختلفة كتير بالشكل نعم اليوم له حق أي واحد يقول أنا هيدا مرشحة بس على قاعد يكون فيه مرشح هو موجود على الساحة بعد ما أعلن ترشيحه هيا للمرة تانية يعني هو الخوف يا مدام الخوف حتى يعني ناس بيقولوا لا الخوف بيهبر لأنه اليوم عم نرجع نحي التركيب القديمة الخوف الأكبر هو من حزب الله لأنه لن يدع أحد أن يعمل كرئيس جمهورية يعني لن يمكن أي شخص يعمل بالولد إذا لم نكن فيه تفاهم ما تفاهم مع الرئيس عون والرئيس عون بيقول أنه ما خلوه رئيس عون حالي مختلفة رئيس عون بده يخذ دوياع يعني بده يحول الشيعة عفوا أو السناء الشيعة أو حزب الله سيف بيقيده تقطع على السمير جاجع أو سامي جميل وفارس سعيد والبطرق إذا بيقدر هذا كان هدفه على أنقاض الوطن طبعا ميشيل عون هذا هو ما بدنا نرجع لأنه اليوم لا لا بس أنت عم تقل لي إذا ما أجل رئيس الواقع وقتتبقول عفوا ميشيل عون أنا ما أخذ على يوزيف عون أنه بـ 17-20 ترك الطريق مسكرة يعني ما عنده مشكلة إذا الصار في دم وتؤثره العالم هذا نهج هذا نهج ونفس تبعت كيف ورغبة عم بيحكي أنا توصف يعني تبعت كيف مش أنا مسؤول عن محاسبة ميشيل عون مسؤول عن محاسبة ميشيل عون القوة القوة السياسية اللي عادة بكل العالم بس مسؤول يظهر من السلطة السلطة بروحوا بحيسبوه هني عليهم يقولونه من أين لك هذا من أين هذا البيت عمرته بهذا الظرف هني شغلتهم بس ما حدا بيسترجي هاجم التاني بالأمن لأنه كلهم مستفيدين وما حدا شغل بتعبان بأمواله مشان هيك القوة تلك كلها متكاملة ما حدا منهم في يقول أنا أفضل من غيري طيب إذا الفرنسا كان بده قائد الجيش لماذا لم يعني أنت قلتلي قبل أنه كان عم بيشتغل على قائد الجيش وعم بيحاول أنه يمشي فيه مع حزب الله لماذا سقطت أيضا ورقة قائد الجيش عند أبواب المجلس النيابي اليوم بس يقوله بس يقول نبيه بره بما عنده من من دور من حضور من وجود نعم إذا ما في شيء مرشح أنه بده واحد يوقف عنده بيجع بيجي كمان سيد حسن صلى الله كمان هذا واقع ما هو دي الفرقة عنده الحضور ميسائي وعنده الناس بتدور بفلكهم يعني اليوم فتحوا معركة ما في حدا يتجاوزه لمعركة مساء ولمعركة نصاب يظهر اليوم اسم جهاد أزعور ويقال في الصحف ما عنده معلومات دقيقة أنه هو يتقارب مع حزب الله وفتح بيب الحوار مع حزب الله هل لديك معلومات بهذا الإطار؟ ايه أنا من من شي جمعه أكتر بعرصة جاية مرتين وشايف يعني شايف هذيك اليوم قلنا كلمة عن السفير نورف سلام تلفن ايه هون قال أنه مش مظبوط سكتنا ما هو ما فيه الواحد يضم يحكي يعني نورف سلام عم يشتغل عم يدوى اسمه كرئيس حكومة بوقت لمطروح بالمستقبل إذا صار فيه تسوي طبعا مش رئيس ميقات اللي عم يسعى يعني أوه وراءه هو يا وزير دخلية حالي قاضيش بسلام المولوي أو حدا من قال سلام إذا مش تمام سلام في عنده أبن خيو ما بدي سمي تما نفوت عم تحكي أنت عن المرشحة أول سؤال هو سؤال بالأساس حزب الله عم يستقبل أكتر من المرشح بس يستقبل أكتر من المرشح وعنده مرشح اسمه سلام إفراج شو معنيتها لو أنه جهاد أزعور طلب ما فيه منطق بيعمل سياسي عرف الحزب أنه مفتوح الباب بعد مفتوح الباب قدام التفاوض على مرشح آخر جهاد أزعور بس فيه رفض لأله ليش فيه ناس بيعتبروا أنه أولا التيار قد يوافق عليها فيه إشكالية تخيوا علاقته بالستاذ جوران بسيل نعم فيه أنه علاقته أنه هو تنميز رئيس فؤاد السانورة وفؤاد السانورة يعتبر من المنظومة ويعني بكرة هذا برتب عليه كثير يعني تداعيات عاد عن أنه علاقته العائلية من خلال خاله على رحمة جران بيت برئيس نبي فره فيه ناس بقوله أنه راح يكون رئيس بريب سطو عنده سطو ما فيه تقليعة يعني حسب معلومتي مش الأمور رايحة بهذه السهولة نعم مش رايحة بهذه السهولة هل لديك ربما اسم بدأ تداول في غير هالأسماء المعلنة والمرشحة ويلي عم تتحرك أنا أنا دايما بتجنب مدام احكي بالأسماء اليوم قريت بالجرائل بس أنه أنا بالنسبة إلي كمرائب أنا قلب البداية أنا كشخص عندي خلفية سياسية ما فيه نأنكر متى أي صحافة هلأ هو أين ما بده سامي جميل مخلف مع نص العالم مع القوات تحديدا يمكن فارس سعاد ويمكن ميشيل معوض أنا سميتهم يعني أولا يكون حدا من 14 قدار هلأ يعني ما بقى فيهم يكملوا يعني من هاو دي ما بقى حدا ييجي بدهم ياهو بدهم يعني بدهم يكونوا هن موحدين نحو دعم مرشح يا تسوية أو أنه توافق الحكى أيضا بنعمة فرام بنعمة فرام خلني ما حبيت تسمي أنا عم بسمي لك أنا بسمي أنا إذا بتسمي بوضح نعم نعمة فرام أنه اليوم يعتبر شخص بيعرف الأرض نائب نجح بمنطقة فيها أقطاب فيها معركة كبيرة فيها قوات وفيها تيار وفيها يعني آخرين نعمة خلفيته أنه شخص اقتصادي نجح أنه اليوم استلم شغل بيو فيه ناس استلموا أحزاب وخربوا هو استلم حزب شغل بيو نمى نقطة تانية نعمة فرام أنه مصالحه خلني أحكي بالخالق بالخارج بتخليه يكون أنه ما في يكون من حيز لحدا نقطة الرابعة عم يحكوها كمان أنه تابع لحدا تكي جوا مني أنه نعمة فرام مجرد ما قال أنا بدي يعني نعمة مش جاية على يعني أنا بعمل مقارنة مش أنه بسيطها من نعمة فرام ما أنه جاية تايخد من الدولة بيعرفها بيعرف يحكي بالصناع بيعرف يحكي بالاقتصاد مجرد ما حكي عندي شايتكم الكريمة من تغير الشاشات باللبنان قال أنا مرشح ملنا هين خطوة أنه شخص يكون فيه جزائر فرام عم ينحكي فيه وفرنجية عم ينحكي فيه وميشيل معوض مرشح فريق يطلع نعمة فرامة أنا مرشح يعني الإرادة نقطة مهمة ونعمة بيعرف العالم وبيعرف أنه إذا بدي يحكي بالكهرباء بيحكي بالماء بيعرف إليه نقطة مهمة بس هيده نقطة بده كمان يعني يستكملها هو مع اتصالاته هذا اللي بدي أسألك هل فعلا اليوم الملف الرئاسي هو ملف داخلي أم يعني لا لا إمكانية لتمرير هذا الاستحقاق دون رعاية خارجية أيضا اليوم قلينا بالصحف إنه فيه مثلا من شان هيك بدك تقوله اليوم تنقول نعمة فهم إذا نعمة فهم فيه يعني فيه غطى خاجة لأنه بدك دعم دعم وهو مؤمن أرضية مطمن مثلا هو مثلا بيعتبر إنه وقت الأهل يخي لاش تنع المشكل مع الحزب إنه فيه تسوي مضبوط هذه التسويه عم توصل بمروعة السلاح نعم نحكي اليوم عن صلاح احنان عن ناجي بستاني كل واحد منزاوي نعم إنه صلاح احنان إنه نطلحته وطلحته وقته بالبداية بولا ياعوبيان ورجع طلحه جبران عفا استاذ ودي جنبلاط ويمكن الدكتور جعجع يابل فيه نطرح ناجي بستاني جبران بيسين ممكن نيقبل فيك شخص إنه مستقل سنائي استاني مستقل إنه بمعنى ربح على لويح القوات آس عفوا ما كان قبل القوات بيعتبروا إنه خلنا قلي بيعتبروا إنه ما إنه شخص يعني إنه إذا كان بمحل ينقض على آخر إنه سوتيار أنا كنت مستقل على ليسته ما كنت عملت كتابة أنا مفتخر يعني بحزب الكتاب والقوات ويجيبها اللبنانية لا الاستقلالية استقلالي إنه شخص قريب نبكرك نحن عم نوصف نعم لنحكى كمان بيمين بعد أنا قال لك اليوم السفير فريد لياسي الخازن ما هو دي بدون يأمنوا الأرضية زياد بارود كمان إنه هو مش إنه دغري بيجوا بدون يعني إنه شغلين في ناس تسقلهم يعني أنت تقول يوم إذا أنا بدي إفهم من اللي عم بتقوله إنه بعد ما استويت طبخة انتخاب رئيس ما زلنا في الوقت ما استويت بعدها ما استويت ومشكلة الأساسية إنه اليوم بلد يعني إذا رشحت إذا واحد بضايعة ما دم ترشح على البلدية طي يقلوله ظهار ويتفقوا بتخذ لها شهرين ثلاثة اليوم رشحين هني قطب بحجم السنمانة فرنجية السناء الشيعي كمان بحجمه مش سهل يقلوله بعد يومين أو بعد ثلاثة إذا ما تتفقوا النوية أو هو إذا بده يرجع عن الترشيح اليوم يعني الهجوم القواتي يعني الدينامية القواتية أو دينامية 14 أدار يعني أو هذه القوة ما النهينة برفض السنمان لأنه 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 مجلس النواب مقصوم يعني صار عندهم القوة بأنه ما بيقدر مع أنه أنا أناعتي إنه رؤسة الأحزاب لازم يترشحوا يعني ما إنه جبران بيصير لازم يترشح اللي بقول أنا جبران بيصير نظريته إنه أنا إجا مش هلعون وما نجح إذا ما بيجي شخص بتسوية ما قال معنا الرئاسي يعني إنه ما مش هلعون إجا بتسوية فهمت فهمت هني بقولوا إنه التسوية سقطت بفلة سعد الحريرة نحن عم نحكي إنه شو عم بقول التيار أنا عم بقولك نقطة بالبلد إنه لازم ورؤسة الأحزاب يترشحوا إنه سمير جعجع جبران بيصير وهم يخوضوا المعركة كيف سعد الحريرة خاضة يعني كرئيس حكومي أو نبيه برما ما بيتردد يخوضها كل يوم لأنه رؤسة الأحزاب هني لازم يقولوا للشعب إنه إحنا بدنا نوصل لنفرج إجراء بل حكم أفضل يعني هذا بده أقوله هلأني بدي تنتري مين بدي يتقدم هذه هي طيب اليوم إذا كان الفرنسي حاول مع البناء ولم ينجح مطران أبي نجم خلينا قليك مطران أبي نجم كل في القبل الكنيسة لأنه البطرق بيقولوا له ما عم تعمل أي خطط هلأ داعي لصلاة معقول تتنور عقوله لا عندهم حسابات مطران أبي نجم يعني كما يقوله مطران واعد عقله بالراس وموزون شايف الفرقاء نعم يعني ومستوعب الفكرة عارف إنه كل واحد عنده حساباته لكن لماذا دع البطرق لك إلى هذه الخلوة وإلى الصلاة حضرة عند البطرق مدام بيقوله سيدنا جمعهم لاب البطرق رأس كنيسة وعليه مسئولية ومش أول بطرق بيحكي معهم ما فيه جمعهم اللو اليوم إذا البطرق قال أنا بدي هذا الشخص الإجمهوري وشايفه إنه عمله إجمع لما بيقبله ما كمان فيه اتزامات خارجية يعني فيه لمن من الجهات الخارجية اليوم التأثير الأكبر على الداخل اللبناني أنا بشوف الكل يعني جمعان بسيد رغم إنه قلتلي بقول ما بدي رشح حالي ما بيرشح حاله قبل ما يكون أخذ قرار من حزب الله دكتور جعجة دكتور جعجة إذا مش عمل مأمن يعني مثل السابق يعني إنه ظروف مثل ما كان قبل قبل فيه معارك جيب 48 صوت اليوم إذا بده يترشح ويأخذ يعني بعد أنه أنا قلت لازم يترشح طيب بس يترشح من ضمن معايير مأمنة كمان بده ينطر يعني حلفاءه بالخليج بتشوف إذا هو سيكون مثلا للمعركة أو للحسن بمعنى أنا مش ما ممكن يكون للحسن هل يمكن أن يكون للبناء الرئيس عليه عقوبات أمريكية نحن عم نحكي بالمناور جبران بيس يعمل بالمناور أنه أنا بيرشح حالي صارحة لي سمعون هني بيعتبروا المعقوبات هني بيعتبروا المعقوبات شو بدي بيكلم أساسي أنا عم بيعتبروا لا تبنع الترشح أنه هذي ماذا لو أتى رئيس عليه عقوبات يعني ما نحن أسوأ بدي أقليك بها بس نحن عم بحكي هو كيف عم بفكر أنه أنا أترشح للمناورة هاي هي هاي ترشح لإسقاط خاصهم لا يريده أن يكون رئيس بس ما كسرها مع حزب الله ما بيكسرها مع الحزب إلا إذا يعني لا مش إلا إذا ما بيكسرها مع الحزب إلا إذا قالوا يعني الحزب تنقول ترشحتها نمكن نظهر الفرنجية مثلا يعني بعد كل اللي صار بيحزب الله وطيروطن الحر أنت بيرأيك بعد بش مكسورة بعده الحزب بعدها مصرحية بعده برهن الحزب إنه إذا ما في فرنجية كذلك إذا ما في فرنجية بترجع بتركب الأمور مع بعضهم ما قالوا مصلحة هو يقطع مع كل العالم ما عنده ظهر مثل ما أقوله خليجة يعني يبقى على شعارة معاملية طبعا 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 اللبنانية التأثير الإيجابي اليوم هو للسعودية السعودية كلامة واضح بالاجتماع اللي صار مؤخرا كان فيه المسؤول الفرنسي دوليل اللي هو بس يظهر على التقاعد مفكر يشتغل مع رئيسنا جيب ميئاتي جيرال مفكر يشتغل مع رئيس ميئاتي عم خبرك إياها وماكرون قال لهم بعضه عن شوية عن طاها ميئاتي لفريقه عم محكي معلومات بس أنه وابل المقابل كان فيه يعني هل هذا يعني أنه قبل نزار هل هذا يعني أنه الفريق تبع الرئيس ميئاتي يرتبط بعليقات بمصالح مع شركات الرئيس ميئاتي فريق الاقتصاد للرئيس ماكرون يرتبط بمصالح اقتصادية مع الرئيس ميئاتي وجيرال سيلتحق بأحدى شركات الرئيس ميئاتي عندما يعود إلى قبل شابقان أنه يكون فيه صفرة بعضهم بالخدمة بس يظهر يروحوا على مؤسسات معينة لمسؤولين هذا ما تصير أنه بس هنه بعدهم تانيتهم بالحكم يعني بعد ما طلعوا بعد ما يطلعوا بس أنه اليوم يعني الصفقات تتم حتى وهن بالحكم عند رئيس ماكرون هو رئيس لجماعة المال والمصارف هنا فيه معنا هون هو رئيس القاسي يعني اللي يظهر بوجه وهو عنده ملحة آخر لا لا لحماية المنظومة بس أنا كيف يعني مثل عنا هون بس يريد كمان هون بقوله فيه منظومة مالية متكاملة مع القوى السياسية عم نحكي فيه منظومة مالية متحارفة مع القوى السياسية النائب ياسين ياسين قال اليوم على هامش بعد ما خلصه خلصت مسائلة الجان النيابية قال أنه البلد يتحكم فيه تريو يلي هو المصارف والصرفين وحاكم مصر في لبنان أو مصر في لبنان يعني أليس ذلك فعلا تبسيط للمشكلة وهل هذا صحيح في ناس عندهم أناعة في ناس عندهم أناعة بموضوع عن المصارف أنه هيدا يعني موقف مبدئي أنه الأموال لازم تنرد يعني هذا كلنا متفقين أنه الأموال أنه بدأت تنرد بس عن جد البلد بيتحكم فيه تريو ولا بتحكم فيه الأحزاب أنا مع رأي بقول أنه صارت المشكل الدولة المفروض هي تلمى المشكل بس الدولة هي كلها مرتكبة يعني الدولة مين اليوم تعرفي مين وقف على الجهة اليوم أنا نحكيها لأني شوية بدأي سميهم بالجيش وزافعون ومدير المخابرات يعني وزافعون وأنطوان أهواجي خب إليكم بالقوى الأمن الداخل لعماد عسمان والمعلومات العميد خالد حمود هيك هذا البلد أنطوان صليبة على مشاكل عنده إياها مع حسن شئر العميد حسن شئر هيك اليوم كمان هذا الفريق فات عليه شخص جديد ناجح والعميد ديس بيسري بمعنى أنه هذا الفريق هو اللي مهدى البلد اليوم مش الرئيس ميئاتي ولا حدا آخر يعني خلنا نحكي بالصراحة البلد هيك قائم واللي عم يهتم بالعالم اليوم ما فيه مؤسسات إلى مكتب كان هيك بتقليلي أنه هالمظوم البلد اليوم لو ما هايزت فريق مجمده البلد اليوم كانت الناس يعني انفجرت أكتر بعدها بتعتبر الناس أنه إذا تحركنا هيك راح يجي الجيش يقلنا بلاها وقوة الأمن هذا بعيدنا أنا مش عم نحكي نحن عن السرقة يعني ما عم نقدر لحدها يتبطى نحن نحكي عن العمل الأمن التخريبة تبقى تكيف اليوم البلد هيك منضبط ما فيه شي بالبلد من الحرور السياسي من هيك أنا كان عم بيحكي بالأول القوات اللبنانية والكتاب وآخرين لازم يعطوا أكتر بنعطى أكتر وروحوا يمدوا جسر مع التغييريين والمستقلين مش بنحكي مع التغييريين بعشو منفلت حدا يجي تب مقال ضدهم عم بيحكيك كيف لازم يتكاملوا هلأ مش معركة نحط سنوب أمني هلأ معركة تكتل لمواجهة هذا الفريق الممانع إلى متى سنبقى في هذه الدائرة اللي أصبحت خطرة على لبنان بظل انهياري اللي شفنين سعر الصرف لوصل لحدود المية وخمسين ألف وبعد ما تنتهي مفاعل التعميم الأخير أو القرار اللي أخده مصرف لبنان رح نرجع لنفس الدوامة أنا ابن منطقة بعرفة إذا بتطلع علي هلأ بشوف مثلا بالوئة إنه كاريتاس تدعم العالم في مؤسسات تأمين أبجور الصقر عند المواقع مسيحين هيك بدي أحكي أبر خطرة أستاذ نعمة طعمة وحن سمي آخر لا 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 هاودي لا بدي سمي عم سمي هودي من المرشحين ما سمي في مرشحين ما سميتون شهر حاج هؤدي انت عم بتسمي اللي عم بيسهد أنا عم بسهده العالم أنا عم قول هاودي عم بسهده عالم بس هاودي مش عم بيسهده يمنع الانتحار اليوم اللي عم بيسير انه بيريح انتحار شاب بزحلة قبل منها انتحر أربع أشخاص وببيئة الحزب الممانع الصلب بلده يسقط إسرائيل بالنتيجة اليوم عم بعين بشعبيته طبعاً ما عم نحكي الشعر بدل عملية رئيس الجمهورية مع رئيس حكومة مع فريق عمل شفاف مع كلها التركيبة هالإدارة ما فيها تكمل هاك يعني القوى الأمنية ما بقى فيها تكمل هاك ما عم نحكي الشعر عم إليك بدك تركيبة بالبلد بس كمان ما فين إليك المسيحيين المسؤولية عليهم طبعاً ما كمان اليوم تباتي كيف ما عم برر أنا إذا ما بدني أو لا برأيك آخر كلام آخر سؤال برأيك إلى متى نحن مستمرون في هذه المماطلة والتسويف والستاتيكو إلى متى طويلة مش سريعة مش سريعة بس المطلوب كمان اليوم هذا البلد يكون فيه وعي أكتر لموضوع عن النازحين أول إجراء يكون عند الألية عهد جديد هو الموضوع عن النازحين لا يوصل هذا العهد لا ما ليس نقول لأنه كمان بدي أقول شغلي اليوم فيه مواطنين عم بيعني بنأجل مئة دولار عم بحطوا تحت بيتهم أشخاص ببقوطة ما كمان لبنان مسؤول وهي مسؤولية أنه البيئة المحلية الشعبية توجه العالم وياريت سيد أبو فادل كصحفيين أيضاً متسلت حضرتك الضوء عبر موقعك ونحن منسلت الضوء على هذا الانفجار الديموغرافي وهذه المخاطر القائمة ومنقول للمجتمعات الدولية وللمؤسسات الدولية اللي هي راعي لهذا النزوح أنه ترعى أيضاً حقوق اللبنانيين أنا بدأت شكرك لأنه خلصوا طبعاً الحديث يطول الصحافي ونشر موقع الكلمة أونلاين سيد سيمو أبو فادل شكراً جزيلاً لك على هذه المعلومات الجريئة يلي أتحت خلال هذه الحلقة شكر طبعاً لك المشاهدي شاشة الام تي في وإلى اللقاء القريب اشتركوا في القناة